نضم معنا في الستوديو المهندس عبدالله العنزي وهو عضو فريق المباني في البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة مهندس عبدالله صباح الخير أهلاً وسلم حياك الله صباح خير عليكم على السادة المشاهدين الله يحييك عن المركز نتحدث عن 17 حملة أطلقها أخرها طبعاً نورت ووفرت وأنورت حدثنا أكثر عن هذه الحملة نعم أولاً يعمد المركز على أطلاق حملات على مدار العام وتأتي حملة ووفرت وأنورت مكملة للحملات السابقة طبعاً دائماً هدف الحملات هو توعية المستهلكين بأهمية الترشيد وتقليل من هدر الطاقة ركزت الحملة على منتجات الإنارة طبعاً اخترنا الاسم ووفرت وأنورت عشان يعني الناس يحبون الأسماء ويصير رنان يعني الله يعطيهم العام ولكن كمان المنتج هو يعني وفر بالضبط هو جاء على الاسم فوفرت وأنورت تستهدف منتجات الإنارة منتجات الإنارة تستهلك ما يقارب 10% من إجمال استهلاك المبنى للطاقة الكهربائية مما يجعلها رقم يعني مجدي للترشيد يعني في منتجات ممكن تساعد في الترشيد لكن إحنا كأشخاص ما عندنا فكرة في أنواع من المكيفات ممكن تساعد في الترشيد في أنواع من يعني اللمبات أو الإضاءة أو إلى ذلك لو تكلمنا كيف ممكن نختار هذه الأنواع وكيف ممكن الواحد لما يروح يشتري هذا المنتج يكون عارف إذا كان هذا موفر أو لا نعم دائما ملصق كفاءة الطاقة يكون موجود على المنتج ببساطة أقدر أقرأ بطاقة كفاءة الطاقة فيها سبع مستويات دائما أتوجه للأخضر الأخضر هو الأكثر توفير سواء في المكيفات في الإنارة جميع المنتجات التي أصدر لها مواصفة كفاءة الطاقة دائما تلقون عليها الملصق الملصق بسيط فيه جميع المعلومات الفنية والمعلومات العامة التي يحتاج أن يقراها المستهلك دائما نخلكم على الأخضر سواء في الإنارة وغيرها جيد طيب على طاري الإنارة أشيء أفضل أنواع الإنارة الموفرة للكهرباء بالنسبة للتقنيات الآن تقنية LED هي التقنية اللي يعني الأكثر توفير اللي معروفة باللد باللد مضبط اللد هي الأكثر توفير طبعا دائما ننصح فيها أحنا ما نوجه على تقنية معينة ولكن أحنا نحط حدود نمنع الأجهزة الرديئة من دخول المملكة يعني كناس مختصين دائما نرى أنه لمبات اللد هي الأكثر توفير وننصح للجميع أنه يتوجهون إلى اللد دائما لكثير من الناس يقول لك اللد ممكن يعطيني إضاءة خافتة أو حتى مهما كان مستوياتها نصيحتك في البدائل يعني أنه ممكن الناس تحط الإضاءات العادية لكنها تستخدم بشكل يومي اللد لأن كثير من الناس يقول لك إذا عزمت أو كذا يحتاج إضاءة عالية نعم يمكن هذا المفهوم ما أقول خاطئ بس يعني يغيب عن الناس أنه شدة الإنارة ما لها علاقة في الكفاعة شدة الإنارة هي معلومة فنية موجودة في المنتج إذا قرأنا بالQR كود تظهر شدة الإنارة تختلف شدة الإنارة من منتج إلى منتج لذلك دائما يعني ننصح المستهلكين أنهم يستشيروا المكاتب الهندسية أو الناس المختصين كم يحتاجون شدة إنارة في هذا المنزل يقدرون يحسبونها بأشكال مختلفة ولكن دائما الأسهل أنه نسأل المختصين ويعطونا شدة الإنارة التي نحتاجها للمكان يمكن كمان توزيع الإضاءة لو وزعت الإضاءة بشكل معين ما تحتاج أنه هذا الكم الكبير من عدد لمبات المتواجد في ممكن نبون صالة واحدة بالضبط توزيع الإنارة كذلك مهم جدا ودائما ننصح باستشارة المكاتب الهندسية في توزيع الإنارة في المنزل سواء أنت منزل جديد أو تعمل ترميم للبيت دائما تسأل المختصين في توزيع الإنارة لأنه توزيع الإنارة وتوزيع المفاتيح كذلك موفر للطاقة لأنه لما أوزع الإنارة بشكل مناسب في المنزل أنا ما أحتاج أجيب إضافات للإنارة كم ممكن أوفر من خلال هذه اللمبات؟ اللمبات زي ما قلت تستهلك 10% من إجمالي فاتورة المنزل أو المباني ف10% رقم كويس إذا نحسبه على المدى البعيد رقم ممتاز جدا نحدد الرقم هي تستهلك 10% نعم في حال اشتراني نوعية جيدة موفرة وكان هناك توزيع جيد نعم 10% كان ينقص في النهاية بدفع قيمة إنارة هو يعتمد التوفير يعتمد على عوامل كثيرة يعني منها إيش كنت تستخدم إنارة قبل عشان أنا أعرف أقارن وأقول لك كم موفرت ثاني حاجة كيف كان توزيع إنارتك هل أنت الآن وزعت كويس وضعت مفاتيح يعني وزعت الإنارة على مفاتيح مختلفة بحيث إذا جلست في مكان أقدر أطفي المكان لأنا ما أحتاجه شغلة فهي تعتمد على هذا بس الإجمالي هو 10% تقريبا من فاتورتك خلال السنة خلال هذه 10% الأكيد أنك ستوفر على حسب طبعا استخدامك السابق عن اللاحق بعد فكرة التوفير الحصول على المعلومات حاول المواد الموفرة كيف يمكن للشخص أنه يحصل عليها وأنه يتقف فيها بشكل أكبر ببساطة دائما نقرأ بطاقة كفاءة الطاقة عن المنتج ثاني حاجة المعلومات موجودة من خلال الحملات ومن خلال مواقع الحملة على جميع مواقع تواصل اجتماعي ممكن نلقاها كمان بالضبط موجودة دائما ننصح أنكم تابعون لي تبقى اللي هو طاقة.gov.sa سواء موقع رسمي بالشبكة ولا الحسابات الموجودة بالسوشيل ميديا دائما يعطون نصائح دائما يعطون مثلا السلوكيات المناسبة للترشيد لكن لو قلت لك الآن عطني كم نصيحة للمشاهدين اللي قاعدين يشوفون الآن لموضوع كيف الواحد يوفر وفي نفس الوقت ما يقصر مثلا يحس أنه الإضاءة خافتة أو بالذات أنه نحن الآن التعليم عن بعد فأكثر من غرفة قاعدة تستخدم الإضاءة فأكيد الفواتير كمان هتكون مرتفعة صحيح دائما نقسم الإرشادات إلى ما قبل الشراء وبعد الشراء قبل الشراء دائما نقول اقرأ بطاقة كفاءة الطاقة وتوجه للأخضر ثاني حاجة دائما استخدم وتطبيق تأكد اللي من خلاله نقدر نقرأ الكيو آر كود الموجود على المنتج نقدر نتأكد من المنتج وصحته نصائح ما بعد الشراء دائما أنه نستشير المكاتب الهندسية في توزيع الإنارة وتوزيع المفاتيح اللمبات في المنزل ثاني حاجة نستفيد من الإنارة الطبيعية اللي هي الشمس دائما أيضا حسسات الإنارة تقسيم فيما يتعلق بمفاتيح الإنارة وتكون عددها كبير وحتاج اللي حستخدمها رأيك فيها جودة هذه الأمور لطبعا رفع الكفاءة حتى فيما يتعلق بالإنفاق على الطاقة هو دائما عندنا نصيحة إذا خرجت من المنزل أطفئ الأنوار في المنزل هذا يوفر لي لذلك الحساسات تعمل بشكل كبير في يعني إطفاء الإنارة في المنزل إذا ما يعني ما فيه إحساس في شخص يتحرك في المنزل هي تطفى أوتوماتيكلي هذا يعمل على الترشيد بشكل كبير فدائما ننصح بالحساسات شكرا جزيلا لوجودك لحديثك المهندس عبدالله العنزي عضو فريق المباني في البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة نتمنى لكم التوفيق في هذه الحالة يطيكم العافية الله يعافيكم